اهلا بكم في احلام اكاديمي معكم لاتينو النهاردة هنجاوب على السؤال اتسألناه في الفيديو اللي فات تريباً حد كان عنده مشكلة في استخدام الايكيو مع لاين البيز أو مش بيعرف يزبوط البيز مبداياً البيز أو منطقة اللوء اند من أصعب المناطق في أنها نزبوطها في الميكسنج لأسباب كتير منها أول حاجة أن كل ما السماعات بتكون صغيرة كل لما مش بتقدر تنتج المنطقة ديت بشكل كويس فأنت بتحتاج سماعات تكون أكبر بس ده هيدخلنا في مشكلة تانية ايه هي المشكلة التانية؟ إن كل ما السماعة بتكبر كل ما بتحتاج قوضة تبقى أكبر وإحنا ما عندناش ناس شطرة كتير في المجال بتاع الاكوستيك فاللي بيبقى حاصل القاتي إن انت لو جبت سماعة كبيرة حطتها في قوضة صغيرة القوضة بالطبيعة في الاكوستيك ممكن تبقى بتزود تردد أو تبقى بتنقص تردد بس لو جيت سألت معظم الاكوستيك انجينير وقلت لهم إيه المشاكل اللي بتقابلكو في القوض يعني في الاسبكترم في المساحة بتاعة الترددات بتاعة القوض بيبقى عندكم مشاكل أكتر فين؟ حتلاقيها في المنطقة بتاعة اللو والمنطقة بتاعة اللو مد فهو أصلا الاستماع للمنطقة دي يعني مكلف يعني بيحتاج إنك تصرف كتير على الاكوستيك بتاعة القوضة ويكون عندك سماعات كويسة ميكسنج البيز على الهيدفون يعني دي أنا شايف إن انت لو حاجة عرفت التعود عليها إنك تعملها يبقى أنت بطل بالنسبة لي يعني فخلينا نفترض إن احنا بقى نا سامعين البيز كويس يعني نسكب نقطة إن احنا سامعينه كويس إيه بقى المشاكل اللي بتقابلنا بعد كده أو ليه ما بيطلعش صوته حلو أول حاجة إنت محتاج تعرف شوية معلومات عن البيز برضو زي ما الفوكل متصل بباقي المزيكة هو البيز ذات نفسه متصل بباقي المزيك بمعنى إن انت مثلا لو عندك أكوستيك جتار والأكوستيك جتار دوت متسجل حلو بس كان المايك قريب شوية من البادي بتاع الجتار فهيبقى فيه لو في الجتار ديت بتعمل فايتنج مع اللاب بتاع البيز ذات نفسه فأنت رجب تستخدم هاي باس فلتر أو تستخدم لو شلف وتقلل المنطقة بتاعة البيز ديت من الجتار علشان تبدي سبيس لإن البيز دوت يتنفس في المنطقة بتاعة اللو لوحده زي ما عملت كده مع الجتار هتعمل كده مع كل التراكات اللي موجودة عندك أي حاجة فيها لو فيركوينسي إنت مش محتاجها هتشيلها بقى بنسبة الدي إيه والتكنيك دوت فيه خناعات عليه لإن كل ما بتستخدم فلتر كل ما بيحصل فيه شيفت على الصوت وفيه ناس بتقول إنك لما بتستخدم هاي باس فلتر على كل التراكات التراكات بتبقى ثن فدي خناعات كده هتعلن نتجنبها مؤقتا أفترض إن إنت استخدمت التكنيك دوت بالشكل الصحيح إنك جيت على كل الأصوات أي حاجة فيها لو فيركوينسي إنت مش عايزه في معادة الكيك والبيز شلت إنت لو فيركوينسي ديت أول وأهم خطوة إنك ما تبدأش تزود في البيز فيركوينسي ليه بقى؟ إن إنت لو بدأت تزود في البيز فيركوينسي بعض أصوات البيز إن ما كانتش كلها لو إنت مثلا زودت منطقة بعينها هيحصل لقاتي إنها هتبدأ تلاقي إن فيه نوتة معينة كل ما النوتة دي بتيجي بيبقى فيها أوفر إجزاديوريت في البيز يعني بتلاقي البيز سودو ثق سودو تخين شوية بس جي مع نغة ما معينة هم عمل كتير فلذلك فيه مهنسين من ضمنهم مسلا كريستلورد آلجي بيقول أنا عمري ما عملت بوس على البيز في حاجة بسبب إن هتهتحصل إن فيه نوتة تبقى تجمب ويبقى فيها أوفر بيز عندنا فالأول حاول إنك تشيل من كل الحاجات الحاجة اللي انت مش محتاجها في منطقة اللوفر كوينسي المعلومة بقى الأخطر في البيز ان انت تقدر تبص لأي لاين بيز على انه هو 3 أقسام ما هواش لوفر كوينسي بس يعني ما هواش المنطقة بتاعت من 200 ل 200 أو مثلا من 52 كل منطقة في البيز مسؤولة عن انها تديلك إحساس معين تعرف دوت إزاي؟ هات أي لاين بيز انت لعبه قريدي في أي أغنية وحاول تحقق الثلاث أشكال اللي هيظهروا لك فوق دلوقتي دولة أول شكل انك تبص لوفر كوينسي في منطقة واسعة زي ما انت شايف كده هتلاقي ان البيز بقى ثيك بقى صوته تخين دوت أول شكل عندنا طيب تاني شكل عندنا ايه؟ انك تبصت المنطقة اللي بعدها هتلاقي نفسك بدأت تسمع النوت بتاعة اللاين بتاعة البيز تالت حاجة عندنا انك تبصت المنطقة بتاعة الميد رينج هتلاقي نفسك بقيت بتسمع الارتكيولاشن بتاعة البيز صوت الأوطار وبدأت تسمع البيز مع بقيت المزيكة فالبيز علشان تطلع صوت بيز كويس فيها عامل كتير قوي انا قلتلك اهمها في الفيديو لو عجبك الفيديو دوت ادي له لايك واشترك في القناة سلام